يفتتح المنتخب الوطني دورة 16 في كأس أسيا بملاقات نظيره الفيتنامي في تمام الساعة الوحيدة ظهر يوم غد الأحد قراءة في أوراق المنتخب قبل المباراة نتابعها في هذا التقرير تتجه أنظار عشاق كرة القدم في تمام الساعة الوحيدة من ظهر يوم غد الأحد صوب أستاذ آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية حيث يفتتح المنتخب الوطني مباريات دورة 16 بملاقات نظيره الفيتنامي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين المنتخب الوطني يدخل لقاء وعينه على المضي قدما في البطولة ومواصلة تقديمه للعروض المميزة والوصول لربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط وتحقيقه لفوزين الأول على حساب بطل القارة المنتخب الأسترالي والثاني على حساب منتخب سوريا العنيد فيما اكتفى بالتعادل مع نظيره الفلسطيني المدير الفني للمنتخب فيتال أكد على ثقته باللاعبين وقدرتهم على تجاوز محطة فيتنام مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المباراة لن تكون بتلك السهولة التي يتوقعها البعض خاصة لما يتمتع به المنتخب الفيتنامي من سرعة ومهارة على حد قوله وعن إمكانية غياب العجالين والرواجد عن المباراة فلم يكشف فيتال عن أوراقه مؤكدا أن المنتخب يملك أوراق عديدة تجعله قادرا على سد غياب أي لعب بدوره فإن منتخب فيتنام يتطلع إلى تحقيق المفاجأة والمضي قدما في البطولة وهو حق مشروع حيث يملك الجاهزية الفنية والبدنية التي قد تجعل منه خصما صعبا إذن هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين نعول فيها على أفضلية النشامة وقدرتهم على مواصلة المسير فهل سيكون النشامة في الموعد وعلى قدر كل الآمال إجابة سنتعرف عليها غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا ونبقى في بطولة كأس آسيا إذ يلتقي في باقي مباريات دور الستة عشر المنتخب الصيني مع نظره التايلندي فيما يواجه المنتخب العماني نظيره الإيراني ويدخل في المباراة الأولى المنتخب الصيني والتايلندي بعد حلولهما في المركز الثاني في المجموعة الأولى والثالثة وعينهما على انتزاع بطاقة التأهل أما في المباراة الثانية تدخل إيران لقاء بعد تصدرها سلم المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط وعينها على مواصنة التقدم في البطولة وتحقيق لقبها الرابع في المقابل يعول المنتخب العماني على مساندة جماهيره للوصول لدور الثمانية بعد حلوله ثالثا على سلم ترتيب المجموعة السادسة يستضيف نادي انتر ميلا نظره ساسولو الليلة على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم وإدخل انتر ميلا للقاء وعينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على نابولي صاحب المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري هذا ولعب الفريقان إحدى عشرة مباراة لم يحقق فيها الانتر الفوز سوى في أربعة بينما فاز ساسولو في سبع مباريات بينما لم تشهد المواجهات أي تعادل بين الفريقين ويحتل انتر ميلا المركز الثالث برصيد تسع وثلاثين نقطة في المقابل يحتل ساسولو المركز الحادي عشر برصيد خمس وعشرين نقطة أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض حارسي الكوستريكي كيلور نافاس لإصابة عضلية في قدمه اليمنى وقال النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الخاص على الانترنت إن الفحوصات التي أجريت لللاعب كيلور نافاس أظهرت معاناته من إصابة في العضلات الضامة للساق اليمنى هذا وأكد النادي أن فترة غياب اللاعب ستحدد في الأيام المقبلة يذكر أن ريال مدريد بات يعاني من فقدانه لخدمات كل من أسانسيو وغارث بيل وتوني كروس ويورينتي وماريانو دياز وفياخو بسبب الإصابة أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديده لعقد لعبه أليكسندر أرنالد الظاهر الأيمن لمنتخب إنجلترا وكشف النادي عن خبر تجديده لعقد اللاعب عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها إن أرنالد وقع عقد جديدا طويل الأمد مع النادي يمتد حتى عام 2024